سلام الله عليكم بتقديره وتوفيقه تقدم لكم الكاتبة والروائية سندس خليفة الحلقة الثالثة من حديث الملائكة المأخوذ من كتابها حكايات الملائكة إسوار دونج باللغة الفرنسية السيدة سندس وحديث في الحب الحب الحاضر والغائب في الرواية ما هو الحب الذي أردت أن تلفتي نظر القارئ له هل هو الحب المفقود الذي تتطلع إليه البطل راية بكل أنواعه وتفاصيله أو هل هو الحب الخالد الذي تحدث عنه الشاعر التونسي بيرم التونسي في قسيدته السوفية القلب يعشق كل جميل عندما وجه حبه المطلق واللا مشروط للذي ملأ نوره السماوات والأرض لله فهو الحب الذي يدوم لله الذي لا يعاتب الذي يتوب ولا في طبيعه اللوم إلى آخر القصيدة سيدتي وبين المنزلتين كيف لنا نحن البشر أن نحب ونتمتع إلى ما لا نهاية له بهذه الطاقة التي تمثل لبنة كل الوجود فهي في الأول وهي في الآخر وشكرا حياة مرحبا بالجميع أظن أن هذا السؤال من أجمل الأسئلة التي يمكن أن تطرحينها عليه فيما يخص كتاب حديث الملائكة الحب هو موضوع كبير جدا ويمكن هو أكثر موضوع يعني كتبت عليه وحوله روايات وأغاني وأفلام سينمائية وما إلى ذلك لكن يبدو لي أنه أغلب ما يسوق في الميديا هو صناعة دراما صناعة مشاعر أو تجارة مشاعر بالأحرى ولا يعبر بتاتا عن مفهوم الحب العميق أو الحقيقي أو الحب الذي يتعدى بطبيعة الحال العلاقة بين رجل وامرأة ونستطيع أن نسميه الحب الإلهي يمكن كلمة الحب يعني تكون في علاقة ببعض الأفكار لدى المستمع لأنها أفكار لا واعية يعني تغريسها الثقافة في الإنسان لكن هذا الحب الذي نتحدث عنه يعني ليس له علاقة كبيرة بما نراه اليوم أو نسمع عنه اليوم أو يعني امرأة تقولانا أو حب زوجي أو لا بتاتا وكما تحدثنا قبل قليل في آخر الفصل الأول عندما يأتي الملائكة لتقديم يد المساعدة لرايا يكون هناك أيضا سائق التاكسي الذي عندما قرأ الملائكة المعلومات الموجودة في محيطه وذكر القارئ أننا نتحدث عن الملائكة كذبذبات بتابعة الحال ذبذبات وتستطيع أن تقرأ المعلومات على شكل ذبذبات الموجودة في الحقل الكهرومغناطيسي لكل إنسان فكما يقول العلم الحديث الإنسان هو ليس فقط جسد ما يحرك وما يقود هذا الجسد هي الطاقة الكهرومغناطيسية التي نعلم اليوم أنها تنبعث من الدماغ ومن القلب أيضا ويقول بعض العلماء أن هناك المركز الثالث وهذا وهو في منطقة البطن وهذا يعني في علاقة بما يسمى الشاكرات وهي نستطيع أن نشبهها بالعقد أو الدائرات التي تحوم حولها الطاقة أو المعلومات المتعلقة بالإنسان وربما يكون هذا هو معنى الجملة في سورة الفلق قل عوض برب الفلق مشار ما خلقه مشار نفساتي في العقد يعني هذا قوس للتذكير كونه الطرح يتعلق بالملائكة كذبذبت قادرة على قراءة المعلومات الموجودة في الحق للكهرومغناطيسي للإنسان الذي يكون فيه يعني معلومات حول حياته الآن وحول كل ما يدور في خاطره من أفكار ومشاعر أيضا إذن عندما اقترب الملائكة من سائق التكسي أرادوا أن يقدموا له يد العون أرادوا أن يقوموا بحساب استراتيجية وسوف أقول لك بعد قليل لماذا أستعمل كلمة حساب دائما سألتني البارحة ولم نتترق لهذا الموضوع فلم يستطيعوا تقديم يد العون لهذا الرجل لماذا؟ لماذا؟ قال الملاك حين ذلك لا نستطيع لأنه ليس هناك حب في قلبه وهذا يذكرنا بالمفاهيم القرآنية كونه أهم شيء لتقابل وجه الله سبحانه وتعالى وتكون من الفائزين يعني هو أن تأتي الله بقلب سليم يوم لا ينفع مرون ونبنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأظن أن المستمع لديه قراءات في الصوفية أيضا ويعلم أنه أغلبية الناس يعني ما زالوا حبيسين مقامات النفس ما زالوا حبيسي النفس النفس العمارة بسوء كل ما ذكر في القرآن حول التدرج بهذه النفس إلى أن تصل في مرحلة معينة وتصبح نفس راضية مرضية مطمئنة وتدخل فيما يسميه الصوفيين مقامات القلب لذلك فإنه يعني من الهم جدا من الأساسي يعني أمر مفصل أن يكون للإنسان كمية معينة من الحب أو من المشاعر الهادئة التي تقبل الغير التي نسميها الحب لكن يعني كما قلت منذ قليل هي تسمية في علاقة بعادة أفكار ثقافية واجتماعية إلى غير ذلك يعني يمكن أن نسميها العشق الإلهي كما ورد في كتاب قوية العشق الأربعين الذي يتحدث عن قوية العشق الأربعين التي كتبها شمس الدين التبريزي أدعو القارئ أو المستمع الكريم للاطلاع على هذا الكتاب فهو أيضا يعني مفتاح إلى عالم آخر بكل بساطة وإذن في كتاب حديث الملائكة الملائكة لم يستطيع التدخر لتقديم استراتيجية لسائق التاكسي لأنه يعني نستطيع أن نقول مازال حبيس النفس مازال حبيس هذا الجري وراء المال وراء الحاجيات المادية للحياة وراء إعجاب الآخرين يعني كل ما يظنه الناس هم في علاقة بالعالم الخارجي وينسون أن أهم شيء هو ما يحدث في العالم الداخلي في علاقة الإنسان بهذه الروح الإلهية التي بداخله وحينما يحقق الاتصال بهذه الروح الإلهية يمكن أن نقول أنه خرج من مقامات النفس تحرر من مقامات النفس ودخل في مقامات القلب وحتى مقامات القلب يعني هي درجات كثيرة يعني المستمع يستطيع أن يطلع على كل هذا في الانترنت درجات كثيرة وليس بالسهل يعني التدرج ولكن هذا هو ما أرد أن أشير إليه كون أغلبية الناس لا تستطيع الملائكة أن تدخل إلى حياتهم أن تقدم لهم يد العون دعاؤهم غير مستجاب يعني لأنهم ما زالوا حبيسي ما يسمى مقامات النفس في الصفية أو ما نسميه بذبذبات معينة في الحقل الكهرومغناطيسي يعني كل أفكارهم وكل همهم في الحياة هو كيف أجمعوا مالا أكثر كيف أشتري أحسن ثياب كيف يكونوا الأول أو يكونوا أولادي يعني يتصدرون يكون لديهم أحسن مقام مركز اجتماعي وما إلى ذلك وكل هذا هو من يعني زينة الحياة الدنيا التي يغوي بها الشيطان الإنسان يجعله حبيس كل هذه الزينة كلمة الزينة يعني تعبر عن ما هو ظاهر وليس باطن يعني زينة خارجية ولكن ليس هناك اتصال بالباطن يعني الحب لا أدري إن كنت أجبت على السؤال أو لا يبدو لن نستطيع أن نتحدث عن الحب لمدة ساعات الحب هو القدرة على الاتصال بالما ورأيات القدرة على التجرد من شرور النفس خلينا نحطه نقول بين ظفرين القدرة على رؤية الله سبحانه وتعالى في كل شيء في كل إنسان القدرة على كما يقول جلدين الرومي كونه يكون قلبك مثل المرآة النظيفة لكي تعكس نور الشمس يعني الحب الإله هو مثل نور الشمس ونذكر أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه نور السماوات والأرض نور هذا النور هذا النور مثل المطر هذا النور تبعثه الشمس إلى كل مخلوق على الكوكب الأرض يعني الطيبين والأشرار المؤمنين والكفار كل المخلوقات النور الإلهي ليس له حدود ما استحذر هاتين الآياتين أحبهما كثيرا ولم يكن عطاء ربك محذورا وفي موضع آخر نجده وكان عذاب ربك محذورا يعني العطاء الإلهي ليس محذور رحمة الله ليست محذورا لا نستطيع قياسها لا نهائيا والعذاب هو المحذور العذاب هو يعني الشيء اللازم الذي يستحقه ابن آدم حينما يخرج عن الخط المستقيم أو عن المسار الأفضل في حياته يعني العذاب ليس عشوائيا بتاتا العذاب يكونوا يكونوا يعني يكونوا لازما نسي سائخ يلتغير نسي سائخ عندما يخرج الإنسان من الخط الأحسن من خط الحياة أو خط الاختيارات الأفضل له إذن الحب هو أكثر بكثير مما نعتقده يجمع بين إمرأة ورجلة وإمرأة وأطفالها ونرى في الرواية كيف أن أمة البطلة يعني كانت نظن أنها من فرط حبها لابنتها يعني تتحكم فيها وفي حياتها وتريدها أن تختار دراسة معينة وتفعل كذا ولا تفعل كذا غير ذلك تحت غطاء الحب ولكن هذا ليس حب يعني هذا حب سيطرة وهذا خوف يعني كما تعلمون في في الدرجات الوعية التي فصلها هوكينس في كتابه المشهور الخوف هو من أقل الدرجات الخوف والغضب يعني وكثير من الناس يخلطون بين الخوف والحب الأم تكون يعني منغمسة في الخوف حتى النخاع وتتعامل مع أطفالها عن طريق هذا الخوف يعني يعني كل علاقتها بأطفالها ملونة بالخوف وتقول أنها من فرط حبها لهم تخاف عليهم وتريد التحكم في حياتهم وما إلى ذلك وهذا ما حصل مع البطلة راوية يعني لم 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 تأخذ كفايتها من الحب يعني في إطار العائلة وفي إطار وفي ذلك العمر الهام جدا الطفولة ما بين 0 و3 سنوات أو حتى 6 سنوات يقول علماء النفس أن هذا أكثر عمر مهم للأطفال يجب يجب إشباعهم بالحب يعني أكثر أكثر غذاء يستحقه الطفل في هذا العمر هو الحب هو الحنان العطاء اللامشروط من طرف الأم غير مشروط بماذا تفعل لا تفعل كم ما هي أعدادك في الرياضيات ما هي أعدادك يجب أن يكون حب غير مشروط لكي يعني يكون الإنسان مثل النبتة التي يعني استطاعت أن تنمو بفضل شمس وماء يعني الشمس والماء من الأساسيات لكي تنمو النبتة لكي ينمو الطفل أيضا من الأساسيات هذا الغذاء الروحي يتحدث عنه العلم النفس الفرنسي بوريس سيرولنيك يتحدث كثيرا عن الغذاء العاطفي عنده كتاب أظن اسمه لنوغيتوخ أفكتيب الغذاء العاطفي ويتحدث مثلا عن تجارب قاموا بها وتفطنوا إلى أن الأطفال الذين تربوا مثلا في دار أيتام أو لم يكن هناك وجود عاطفي وهذا الغذاء الروحي يعني هناك خلل في دماغهم يعني هناك مناطق كاملة في الدماغ لا تنمو لا تنمو ولذلك يكون الإنسان دائما 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 الغضب دائما الخوف دائما لا يستطيع الهدوء لا يستطيع التركيز كل هذا أغلبية هذه المشاكل النفسية والعلاقاتية ربما مصدرها هو غياب هذا الغذاء الروحي الإلهي في الطفولة المبكرة وهذا ما يرويه الكتاب أيضا فيما يخص راية التي تفطنت لهذا شيئا فشيئا ثم عندما رجعت للقاء أمها فهمت هذا الموضوع وفهمت كيف عاشت أمها حياتها وسامحت أمها بطبيعة الحال لأنه يعني الأهم من كل شيئ هو أن تفهم أن ترتقي بوعيك وأن تبعث الحب إلى الكل كما الله سبحانه وتعالى يبعث إلينا بنور الشمس كل يوم للمسلمين وللكفار للمؤمنين ولغيرها للأشرار وللطيبين الحب هو هذا العطاء المشروط قرأت منذ مدة كتابا باللغة الفرنسية حيات اسمه ويقول الكاتب هو يتحدث عن الكثير من الأشياء وهناك شيء يعني جلب اهتمامي كثيرا يقول أن كل الجسد بطبيعة الحال يشتغلوا تحت سيطرة الذبذبات التي يبعث ها الدماغ يعني الموجات لزند سغيبغال الموجات التي يبعثها الدماغ ويقول هناك نوع من الذبذبات يعني يبعثه القلب ويقول أن هذه الذبذبة نجدها أيضا في العالم أجمع في الكون وسمها الذبذبات الإلهية عجبني كثيرا هذا الموضوع يعني يقول الكاتب أن قلب الإنسان يستطيع أن يدخل في اتصال بكابل الكود يعني إذا استطاع أن يبعث هذا النوع أو يستقبل أيضا هذا النوع من الذبذبات وكما يعلم الجميع الذبذبات يعني هي هناك الكثير عدد لا نهائي من الذبذبات التي كما نقرأ في القرآن يعرجوا كلمتي يعرجوا تدلنا على شيء يعني ينزل ويسعد ينزل ويسعد وهكذا تكون الذبذبات ونرى في القرآن أيضا الكثير من الأرقام يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسوامين وكثير من الأرقام فيما يخص الملائكة وأظن أن هذه الأرقام ليست عشوائية بتاتا يوما ما سوف يتقدم العلم وسوف نفهم أن كل هذه الأرقام الواردة في القرآن الكريم في وصف الملائكة وكيفية تدخلهم في حياة البشر هو في علاقة بكل هذه الذبذبات الكونية والموجودة في محيطنا والتي نستطيع أن نتصل بها إذا كانت لنا إجين دو في إذا كانت لنا إذا كانت لنا قدرات واختيارات معينة في الحياة نبتعد عن كل ما هو سيء نبتعد عن كل ما يوسخه مرآة للقلب وحبه كثيرا كل ما يقوله جلالدين الرومي عندما يتحدث على المرآة في القلب عندما يتحدث على الناي كيف أن الإنسان مثل الناي الذي يعني بين ضفرين تعذبه الحياة حتى يصبح قادرا على يعني قادرا على عزف عزف جميل يعني الناي يصدر أصوات جميلة جدا فقط فقط عن طريق الهواء الذي يبعثه الإنسان ثمي يعني يقول جلالدين الرومي أن الإنسان مثل الناي وكل ما يحصل له في الحياة في الحقيقة الهدف منه هو تعذيبه بين ضفرين كما قلت في السابق بين ضفرين الهدف ليس العذاب في حد ذاته لكن الهدف هو تصحيح المسار تصحيح المسار حتى يبتعد الإنسان عن ذبذبات معينة لنستطيع أن نقول أنها شيطانية وتهوي بالإنسان في قاع مقامات النفس والعذاب وجهنم الحياة الدنيا وترتقي به إلى ما نستطيع أن نسميه ذبذبات الحب ما نستطيع أن نسميه ذبذبات الحب وهنا أستحذر أيضا ذلك الحديث معروف عند جميع الناس لكن أظن أن أغلبية الناس لا يفهمون محتوى كيف أن امرأة عاهرة على ما أظن بشرت بالدخول إلى الجنة لا لشيء إلا لأنها سقط كلبا أو قطة يعني أعطته شيئا من الماء في يوم حار في ظهر الأمر لا نفهم لكن إذا فهمنا هذا الموضوع فهمنا أن هذا الفعل الذي قامت به هذه المرأة يعني ينم عن وجود ذبذبات معينة في قلبها يعني هذه المرأة شديدة الرحمة إلى درجة أنها يمكن عندها كمية معينة من الماء اختارت أن تقتسمها مع كلب أو قطة يعني عندما نرى بعض الأطفال أحيانا في الشارع يضربون الحيوانات بالأحجار ويعذبونهم بطريقة عشوائية نفهم أن هذا الإنسان الذي يتصرف بهذه الطريقة ليس في قلبه رحمة ليس في يستطيع أن يكون يقوم بكل الفرائذ يبدو لي أنه لا يستطيع أن يشم حتى ريح الجنة لأنه لم يستطع أن يتصل بهذه الذبذبات الراقية أو العالية التي تصل القلب كما قلت في البداية بالذبذبات الكونية أو الإلهية في كتاب يقول الكاتب يعني هذه الذبذبات تجعلنا نتصل بالخالق أحببت كثيرا هذه الجملة وهذا التفسير أرجو أنني أجبت بطريقة نستطيع أن نتحدث على طوال ساعات حياة تعلمينا عن موضوع الحب وأنا متأكدة أنني نسيت الكثير من الأشياء التي استطيعنا تحدث عنها أفتح قوس في الأخير للتطرق لموضوع الحسابات دائما الملائكة في الكتاب يقومون بحسابات دقيقة ليعرفوا إن كان الشخص يعني عنده كمية لساي عنده كمية اللازمة من الحب لكي يستطيع تدخل أو لا بالفعل العالم الحديث يثبت أن كل ما نراه كل ما يحصل في جسد الإنسان يعتمد على حسابات دقيقة جدا قرأته كثيراً للكتب الباحث التاريخي اسمه يوفال نواء آغاغي المعروف بكتابه سابيانس سابيانس هذا الكتاب الذي يعني يتطرق لكل كل حياة البشر من آلاف السنين ثم له كتاب آخر اسمه أمو ديوس يحكي فيه يتطرق فيه إلى كل التكنولوجيا الحديثة التي نستطيع من خلالها فهم أكثر دقة وأكثر شمولية لما يحصل في جسدنا مثلاً ويقول أن كل كل فعل نقول به كل شعور نحس به كل كلمة تخرج من الفم كل شيء ليس بتاتاً اعتباطياً ورأه حسابات دقيقة جداً يقوم بها هذا الذكاء المزروع في الجسد وكل هذه الحسابات تتبع نظاماً معيناً يعني هذا النظام ليس عشوائي بتاتاً يعني موضوع الحسابات الدقيقة أنا شخصياً يطمئنني كثيراً لأنني متأكدة أن يعني هذا الجسد الذي يقوم بحسابات دقيقة جداً في علاقة بكل هذه الذبذبات الكونية وكل ما يحيط بنا الأمور ليست عشوائية بتاتاً ولهذا فإن كل فعل هو هام كل كلمة هام كل ما نقوم به هام ولذلك فإن لكل إنسان ما سعى ما سعى هو سوف يرى يعني المهم هو ماذا تفعل أنت وليس النتيجة أحنا أنه من المهم جداً أن نقوم بهذه الحلقات لفتح أفق جديدة للناس الذين يريدون أكثر علم أكثر فهم لكل ما يحيط بنا وفي آخر الأمر لمعنى الحياة ومعنى الخلق ومعنى الحياة البشرية وأهمية كل فعل يقوم به الإنسان كل كلمة يقوم بها التي وأختم بهذا تستطيع أن كما يقول الحديث تهوي به في النار سبعين خريفاً البعض الكثيرين لا يفهمون كيف أن كلمة تستطيع أن تهوي بك في النار سبعين خريفاً وبينما أن تطعم كلباً أو قطة يستطيع أن يدخلك الجنة لماذا؟ لأن هذا يعني يجسد أو ينم عن الذبذبات المعلومات الأفكار المتواجدة في حقلك الكهرومغناطيسي وكما يحذر الله سبحانه وتعالى ومن أحاطت به خطيئته يعني الإحاطة يعني الخطيئة أو الأشياء السيئة إذا كانت كثيرة جداً تحيط بالإنسان فيصبح كل هذا الحقل الكهرومغناطيسي مسموم يعني أو أو متسخ خلينا نقول ولا يستطيع أبداً في هذه الحالة الاتصال بالذبذبات الإلهية أو ما نسميه الحب الإلهي شكراً للجميع على الاستماع وإلى اللقاء في حلقة قادمة من حديث الملائكة